طبعاً بعد الاتفاق السعودي الإيراني وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران أصبح الوجود الأجنبي في اليمن قير مرحباً لأنه يساعد في نار الفتنة في اليمن لذلك الآن هيشهد العالم نزوح تسليط الضو على المهاجرين في اليمن 14 سنة لم يفكر العالم أو يتحدث عن هذه الماساء المستمرة في اليمن ولكن بعد التقارب الإيراني السعودي أعتقد أنه بات من حكم المؤكد التخلص من كل الجنسيات المهاجرة إلى اليمن طريقة التخلص دكتور نادر هل هي سياسية أم سلمية أم عن طريق الأمم المتحدة وعودة طوعية؟ هي طبعاً تستقل الأمم المتحدة في إرجاع هؤلاء الأشخاص الغير مرقوب فيهم الآن في اليمن لأنه في تنظيمات كثيرة تفرخت منها تنظيمات إرهابية تبع القاعدة وأيضاً شاركوا في المعارك الدائرة بين الحسين والعاصفة الحزم بذلك الآن التخلص بات مطلب يعني حتى للدولتين للسعودية ولدول الخليج أنه يتخلصوا من هذه العمالة لأنه إذا جاء سلم في اليمن أعتقد أنه ستتسرب هذه المجموعات إلى دول الخليج وبذلك تشكل ضغط على دول الخليج فاستقلال الأمم المتحدة في إرجاع هؤلاء المهاجرين إلى بلدانه أشكرك يا جزيلة الشكر الباحث في حركات الإسلام السياسية الدكتور نادر العبيد على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من لندن ترجمة نانسي قنقر